اشتركوا في القناة وبترحيم وهذا اللي دائما بشتغل عليه بكل عمال السابقة وصولها لا تكبر رأسك لا تكبر رأسك هي من كلمات فادي فادي مرجين والحان علي حسون وتشجيل فادي جيجي استوديو فادي جيجي الأغنية مهضومة مختلفة أنا برأيي أهم شيء مختلفة لأن العالم دائما تنطر مني هيدا نوع الأغاني اللي هو منو مستنذر ونكام بالكلمات ولا بنوع الموسيقى ولا حتى تصوير الفيديو كليباتي هيدا الفيديو كليب كان شوي سهل يعني لزيز ما كتير يعني ما كتير كان فيه استعراضات مثل اللي كانوا فيديو كليباتي السابقة أنا أتعمدت هيدا الموضوع لأن الأغنية كانت منها لحالة مضمونة هيك فيه فرح فيه تحدي لزيز فيه تحدي مهضوم أنا بقول عنه وهيدا هي نتيجة الأغنية أنه الناس حبتوا حبت الأغنية وحبت الفيديو كليب أكيدا لا تكبر راسك اعرف ما جاسك ايه والله بحطك براسي شو سبب غيابك عن الساحة الفنية لدامت أكتر من سنتين ما بحب كتير اتذكر هيد الفترة لأنه كانت فترة غصبا عني إنه بعادت فيها كان عندي زروف صحية ببيتنا لألي ولدتي اللي طويل بعمرة لأماما أنا كتير بحبك وحمد الله عسلامتك قطعنا بمحنة بتجربة تجربة كانت كتير قاسية بس حمد الله نحنا اليوم قوية بإماننا وتعدينا هالمرحلة على خير وأنا كمان عطعت بمرحلة صحية كانت كتير صعبة وهلا مرغت حمد الله حمد الله عسلامتك مرة جديدة لمن بتقولي لا تكبر راسك اهه جينا للجاد هلا هي الأغنية أكيد ما بتنقالها من مكان وهيدا الموضوع والكلام ما بينطرح وبينقالها من مكان أنا مع الامرأة اللي هي شخصية قوية أنا مع الامرأة تكون عندها قرار بالوقت قرار حاسم وشخصية قوية بالوقت اللازم وتكون لزيزة ومحبة وتعطي الحنان وتعطي الدفا اللي هي الله خلق خلقوا فيها يعني بالوقت كمان المناسب فلازم تكون هول الشخصيتان بنفس الامرأة أنا بنظر وهي أنا جمالا فبقول لا تكبر راسك بالوقت لازم للشخص اللي لازم من قلهم مرات في ناس لازم تكون عندك حد لقلهم حتى بطريقة التصرفك وطريقة العبارات اللي بتقلهم إياها لحتى يقدروا يعرفوا الحدود طبعهم بس انتبه يعني ما هو موضوع يعني الامرأة اللي بتكون شوي قرارات حاسمة ما انا امرأة مثل ما العالم يمكن بتخذها بعيني الاعتبار امرأة عنيفة انا بعتبرها امرأة قوية انا بعتبرها امرأة عندها شخصية بتعرف شو بدها بتعريف حدودها بتعريف تحط حدود للناس فلا تكبر راسك في ناس بدل البقلة واللي ما بده يسمع هيدا الكلمة بدي يكون عنده اسلوب بالمعامل بطريقة اكيد ثانية سبق ولتعيتي بالفنانة إليسا بأحد المطارات لأنها تجهالتك ووصفتها بالمتعجرف لا احكي هذا الموضوع ابدا خلاص انا يعني الموضوع بتأخذ كتير اكتر من حاجة وليس يمكن يحكي فيه يعني صلاطي بتصريح قلتي ان شخص متعجرف انا ما اتلعب بتصريح انا حدا يعني سألوني وانا رفضت حتى لأحكي بهذا الموضوع لأنه عنجت موضوع كتير قديم اخذ كتير اكتر من حاجم وهو يعني خلص بوقته انا بالنسبة لقالي عندي كتير قصص تعديت بالحياة وصار فيه مئة الف حدا راح واجه بحياة يعني لقاءات وصدف ومواقف وموضوع صار كتير ورا ظهري من زمان يعني ما باعث اذ هالقدة موضوع يعني خرج هالقدة الطارح يعني هلأ درجات لتأتي فيها بتسلم عليها عادة مصير تعريف طب انت بس بنلتقي سوا بابدأ لك بتجي وبتشوش وبعمل شو رأيك يعني شخص مثل حضرتك بسامح ولا بينتقم لا انا شخص مسامح بس شخص ما بينسى فينا روح الله يسعي حق عندي طريقة رد فيها عندي أصلوب رد فيها نو وقت شو جديد اليوم نالي أغاني كتير حلوة عم تتحدر أغاني كتير مختلفة مميزة مثل تعودت علي لون الجنائي اللي تعودت في ما تشوف بأغانية بس بتجدد ب ما في شي بي تعرفوني ما يعني ما بنازل أغاني بتشبه تاني دائما في في أغاني مختلفة بدأ تكون عندي وهذا اللي دائما بتطمح لأنا مشان هيك مرات طويل شوية بالفترة أنا تلاقي هيدول الأغاني اللي بتشبهنا بالتمييز والاختلاف لأنه التمييز والاختلاف مش ضروري تكون أحلى أنت من الناس تمييز مش معنا تكون أفضل اسمه تمييز قم مميز في ما يرضي كل الناس في ما يلاقص حسين عند كل الناس بس اسمه تمييز أنا هيدا اللي يعني هيدا مسيرة الفنية كلها من وقت اللي بلشت لها متلاقي من ايام شبكي شنوحة لأيام شوف العين لأيام حتى بالمصر المحتاجة لكل الأغانية نار ناري ل هلا هلا لتكبر راسك ولي بيناتهم أكيد تلاقي كل غنية هيك لها طعمة الخاص اللي هو مختلف بس بتلاقي صوت موجود بكل هول الأغانية يعني بتعرف انه هيدا غنيت لأنه في هوية الصوت بس أنا مع هيدا التمييز الجديد كتير حلو بأي لهجة هيكون في من من باللهجة البدوية في من من باللهجة المصرية بس اللهجة البدوية هي طغية أكتر يعني لون الغنائي خلاص بدي أرجع شوية وقت أكتر وأعطي إذا أريدك بالأغانية التي جاء يكون طاغ عليه اللهجة البيضة التي أرى معقول أن رأيك بطولي في المسلسل ؟ اه 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 معقول اه اه كان معروض عليك قبل المسلسل وبعدين لم تكفيت فيه لا لا لم تكفيت فيه لم تكفيت من الأول السكريب لم تكفيت أنه شخصية شخصية في قلب المسلسل ستضف لشيء و تعرف الفنان الذي هو ليس مماثل ولكن هيدول الأدوار يمكن يكون تحسل أو زيادة لمسير الفنية إذا لم يكن فيه نجاح أو يلمس هيدا الشيء من قبل تعرف تحسس الخطوة بتكون صعبة أو يخاف من فشلة بمطرح لكي أنا تروى بخطوات غير غير ملعب الذي أعرف ومعود عليه هذا سيحد ستحدث أنا أعرف الناس ولكن شيء جميل وأريد أن أرى شخصية لم نرى بشخصية الغنائية أنا رؤية إذا أريد أن أرى لأن أنا لدي أكتر من شخصية ما لا تعرف لا عن جهد مجموعة قصص العالم ما تعرف عني فما ببينه لا باللقاءات دائما ولا بأغنية دائما فبعتقد بالتمثيل يجب بينه خاصة بأغنية مجموعة يعني أحب المرحة أحب الحياة لا 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 أبينه أغنية أين تكبر رأسك أي مرحة أي مرحة من هؤلاء هؤلاء الأصص أنا أحب 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 أعطون هذه الطاقة الإيجابية وحيال لحد أصلا يضحك بيأخذ بيأخذ بحياتي بقربة وقوام على حياتي فأحب الفرح نحن من جهتنا بنا نتمنى لك كل التوفيق شكرا لكم شكرا لأنوجيتهم شكرا لمحبتكم دائما وإن شاء الله دائما بكون عند حسن ظن اللي عم يسمعوني وكل اللي عم يحتروني شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة